أسبوع جديد بأنبائه وأحداثه نطلع أهم هذه الأحداث بالبحث والرصد والتحليل ومن أبرز أحداث هذا الأسبوع نظام الفوترى رفض نقبي وإصرار حكومي التوقف الإداري جدل على الصلاحيات وقضايا تستثنى منطقة الحمى ركود في الحركة السياحية ووعود بتنشيط حكومي وقبل أن نخوض بالتفاصيل دقيقة والنصف لآخر الأنباء وسادة ساندي الحباشن شكرا لك زرالد مشاهدين حياكم الله أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز على عمق العلاقات التي تربط الأردن بالمغرب في المجالات السياسية والاقتصادية كافة وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطا أشار الرزاز إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين البلدين كما تم التأكيد على أهمية التحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في أقرب وقت وكان وزير الخارجي عيمان الصفدي قد ثمن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطا مبادرة الملك المغربي محمد السادس بإنشاء مركز للتأهيل المهني في الأردن إحدى مخرجات الزيارة كان مبادرة كريمة من جلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز للتأهيل المهني في المملكة بحثنا اليوم كيفية ترجمة هذا أيضا إلى إنجاز ملموس تم تأسيس تخصيص قطعة أرض من أجل إنشاء هذا المعهد وإخواننا في المغرب حريصون على أن يبدأ العمل بذلك بشكل سريع أيضا انهار أحد خزانات حمض الفوسفوريك داخل المجمع الصناعي في محافظة العقبة وأكد مصدر مطلع لقناة المملكة أن الإنهيار لم ينتج عنه أي إصابات مرجحا أن السبب الحادثة يعود إلى انتهاء عمر الخزان والذي بني بثمانيات القرن الماضي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أن قضية احتجاز الناقلة ستينة إمبيرو التي ترفع لامبريطانيا يجب أن تمر عبر عملية قانونية لأنها خالفت قواعد الملاحة البحرية وقال مسؤول في البحرية الإيرانية في وقت سابق اليوم أن الحرس الثوري اصطحب الناقلة إلى ميناء بندر عباس لإجراء تحقيق بعض تصادمها مع قارب الصيد وتجاهلها نداء استغاثة مشاهدين ختم الموجة مجز وعودة مجددا إليك زرالدة وجولة في أخبار الأسبوع نبدأ من يوم الأحد والحكومة تتجه لإلزامية تعليم رياض الأطفال العام المقبل إذ كشف رئيس الوزراء عمر الرزاز عن توجه الحكومة لإجعل تعليم رياض الأطفال إلزاميا اعتبارا من مطلع أيلول من العام 2020 وأكد رئيس الوزراء أن بدء المرحلة مرحلة التعليم الإلزامي من عمر خمس سنوات سيسهم في زيادة فرص حصول الطلبة على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة قبل الالتحاق بالصف الأول الأساسي في يوم الاثنين الطرونة يقول أن تعديل قانون الانتخاب سينحصر فقط بالنظام الانتخابي لا غير إذ قل رئيس مجلس النواب عطف الطرونة أن الأردن على موعد مع الحكومة البرلمانية وأن تعديل قانون الانتخاب سينحصر فقط بالنظام الانتخابي لا غير وأضف الطرونة خلال لقاء حواري مع عدد من الإعلاميين أن التغيير الجوهري على أداء النواب يبدأ من تعديل قانون الانتخاب مطالبا الأحزاب بالعمل ضمن برنامج وطني محدد في يوم الثلاثاء رفع بدل العمل الإضافي من 30% إلى 70% من الراتب الأساسي حيث قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة للمملكة أنه سيتم رفع نسبة بدل أو بدل العمل الإضافي من 30% إلى 70% من الراتب الأساسي لموظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم وأضف في اجتماع اللجنة الإدارية مع وزير التربية والتعليم بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة أنه سيتم تعيين موظفين من الفئة الثالثة من التربية والتعليم لتخفيف الضغط الحاصل على الموظفين الموجودين وتأمين بدلاء في يوم الأربعاء كلفة التقاعد المبكر أو كلفة تقاعد المبكر تتجاوز كلفة تقاعد الشيخوخة إذ قال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن الكلفة الضمنية المترتبة على التقاعد المبكر تتجاوز كلفة التقاعد في حالة الشيخوخة وتتجاوزها بحيث تصل إلى 75% ما يشكل عبءا على المؤسسة وأضف خلال لقاء حواري في المؤسسة إن الكلفة العالية للتقاعد المبكر لا تسمح بعدالة توزيعية مشيرا إلى أن متقاعد الشيخوخة أقل استفادة من نحية مادية من المتقاعد المبكر ما يشكل مصدرا للتفاوت الطبقي في المجتمع الأردني وفي يوم الخميس الملك يوجه بإعادة تأهيل المسجد الحسيني بما يليق بمكانته الإسلامية والتاريخية إذ وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الدوان الملكي الهاشمي للعمل على إعادة تأهيل المسجد الحسيني بما يليق بالمكانة الإسلامية والتاريخية له والطراز المعمري كما وجه جلالته بوضع خطة للسلامة العامة وأجهزة الإنذار والحريق والصيانة المستمرة لأمهات المساجد في المملكة وكان الدفاع المدني قد أخمد حريقا شبا في الطبق الثاني من المسجد وسط عمان وبناء على التوجيهات الملكية أكد رئيس الدوان الملكي يوسف العيسوي أنه ستتم إعادة ترميم المكان وإضافة نظام إنذار مبكر للحريق مشيرا إلى أن هذا المكان يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك وفي يوم الجمعة التجار يحتاجون أمام البلدية بعد قرار نقل السوق إلى موقع جديد إذ احتج تجار سوق الجمعة في محافظة مادبة أمام مبنى البلدية بعد قرار نقل موقع السوق القديم إلى موقع آخر وبين التجار أن الموقع الجديد غير مناسب على الإطلاق لوقوعه بالقرب من مكب النفايات والمسلخ وأحدى شركات البطن وبجانب محطة التنقية في المحافظة أخبار الأسبوع مستمر وفيه بعد قليل نظام الفوترى رفض نقبي وأسرار حكومي التوقيف الإداري جدل على الصلاحيات وقضايا تستثنى في الملف الأول اتسعت دائرة الرفض لنظام الفوترى فبالنقابة المحامين لنقابات الأطباء وأطباء الأسنان حيث أكد مجلس نقابة المحامين عدم الالتزام بتطبيق النظام نقب المحامين نماز النرشدات قال أن النقابات ترفض تطبيق نظام لا علاقة له بضريبة الدخل لا من قريب أو بعيد وأن من يخالف قرار مجلس نقابة المحامين سيخضع للمساءلة التأديبية في المقابل قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في وقت سابق إن تطبيق نظام الفوترى يعزز حق المواطن في الحصول على فاتورة لقاء أي سلع أو خدمة مع دخول شهر تموز الحالي بدأ العمل بنظام الفوترى الذي جاء به القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات يتلخص النظام بإجبار البائع أو مقدم الخدمة على إصدار فاتورة تبين وصفا للسلع أو الخدمة المقدمة والسعر والكمية المباعة كما تبين مقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة مع صدور النظام علت أصوات عدة بعضها أيد القانون وبعضها رفضه والبعض الآخر طالب بتأجيل العمل به حتى تكتمل الجاهزية الفنية والإدارية لدى المكلفين بتطبيقه نقابة المحامين هي إحدى الجهات الرافضة للنظام وقد قررت إلزام منتسبيها بعدم الالتزام به وإخضاعهم للمساءلة القانونية في حال مخالفة التعليمات ورغم أن النقابة بصدد عقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب رفضها للنظام إلا أن نقيب المحامين مازن إرشدات حذر من أن النظام قد يضع الحكومة في مواجهة جديدة مع النقابات إرشدات اعتبر في تصريحات صحفية أن لا علاقة بين نظام الفوترة وضريبة المبيعات والنظام حسب قوله وضع لمراقبة الأموال وحركتها في الأردن بدليل أن الفواتير التي تطلبها الحكومة لا يستفاد منها في تحصيل الضريبة نهائيا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أكدت على عدم استثناء أي قطاع من نظام الفوترة وقالت إن النظام الذي رفضته نقابة المحامين هو نفسه الذي توافقت عليه النقابة مع المشرع قبل إقراره كما بيّنت أن الفاتورة ستحرر بالمبلغ الذي يقبضه المحامي فعلا وليس بكامل الأتعاب نحن كدائر الضريب دخل ومبيعات لم يسمنا شيء من أي من النقابات وفي حال وصول أي كتاب من أي من النقابات سيتم الكتاب إلها بما نصت عليه التشريعات المعمول فيها بالمملكة وبالتالي دورنا ودور كافة النقابات التشريعات المعمول فيها بالمملكة انطبق موقف يعيد التأكيد على موقف الحكومة التي قالت إن تطبيق نظام الفوترة يثبت حق المواطن في الحصول على فاتورة لقاء أي سلعة أو خدمة يدفع ثمنها كما أنه سيوفر مئات ملايين الدنانير لخزينة الدولة ويحقق العدالة الضريبية وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء أهلا وسهلا بك دكتور لماذا يتم رفض نظام الفوترة من قبل النقابات خصوصا وأنه يعني قرار يسمح للمواطن بتعزيز حقه في الحصول على فاتورة لقاء السلعة أو خدمة الحقيقة نرجع للوراء لنظام الفوترة العام الماضي في الصيف عندما كان هناك حراك في الرابع وقامت النقابات بالدفاع عن المواطنين فيما يخص ضريبة الدخل كان هناك اكتراح ردا على اتهام النقابيين بالتهرب الضريبي أن يكون هناك نظام فوترة مزدوج يعني بمعنى آخر المواطن الذي يدفع ثمن علاج ثمن عملية له الحق أن يقدم هذه الفاتورة لضريبة الدخل ويأخذ عليها إعفاء وبالتالي يكون هناك زي عقد الإيجار والمستأجر المستأجر يذهب بالعقد إلى ضريبة الدخل يأخذ عليه إعفاء وبنفس الوقت يعرف من هو المؤجر وكم دفع هيك أن تكون العدالة للطرفين للأسف الحكومة أخذت بالطرف الأول الذي هو لصالحها على ما يظهر ولكنه في الحقيقة ليس لمصالحها إذا كان تريد أن تحارب التهرب الضريبي فيجب عليها أن تدفع للمواطن الذي يأتي بالفاتورة إعفاء حتى يستطيع المواطن أن يذب الفاتورة هي للضريبة وإلا فما الذي يدفع المواطن للذهاب بفاتورة بالأخير لن يستفيد منها أي إعفاء عندما جاءت كما قلت هذه النظام النظام أجب بالطرف واحد وترك الطرف الآخر الذي هو لصالح المواطن ولصالح الطبيب وإذا أردنا أن نعمق أكثر هو لصالح أيضا التحصيل الضريبي لأنه يضمن العدالة التي من الظاهر كان هذا السبب في هذا النظام بالنسبة أننا كأطباء بشكل خاص هناك أننا ليست القضية الطب هي سلعة نحن لا يذهب إلى مول ويشتري شيء هذه خدمة مقدسة فيها أسرار الطبيب المريض له أسرار وله الحق أن لا يعرف أحد عن مرضه وعن ذهابه إلى عيادة نفسية أو عيادة نسائية أو عيادة توليد أو غير ذلك لكن كيف لنظام الفواتير ينشكل عبئ على الأطباء؟ هذا الأمر الأول وهو أمر خصوصية المهنة القضية الأخرى أنه إحنا مشكلة العيادات واحد ومشكلة المراكز واحد هناك مراكز طبية يجري فيها إجراءات طبية كتحليل كصور أشعة لا معنى أن يكون هناك فاتورة مدام هذا الأمر وصل إلى درجة تشبه المستشفى أما إحنا بالنسبة أنك عيادات صغيرة جدا وهي كثيرة ومنتشرة في أنحاء الوطن أعتقد أن يكون ذلك لكن لم يرتب أي تكاليف أو أعباء مدية كما أشار مدير دائرة ضريبة سيكلف عبء إداري هذا الطبيب الذي كان مع سكرتير واحدة وممرضة وسكرتيره بنفس الوقت بدل الآن يكلفها بنظام فوترة خصوصا أن العقوبة خطيرة جدا العقوبة تبدأ بغرامة ودرجة ثانية بعدها مباشرة السجن فبالتالي أي خطأ سوف يكلف الطبيب ما الذي يمنع أن تتضمن الفاتورة الخمس أركان التي نص عليها هذا النظام الجديد يعني هناك يجب أن تشمل اسم البائع وعنوانه الرقم الضريبي الرقم الوطني نوع السلعة والقيمة الإجمالية ما الذي يمنعه هنا الاسم هنا بالنسبة لا عدد كما قلت ما عدد قضية تجارة ما عمل أعادية شراء سلعة هذا مريض ذهب وله خصوصية وله أسرار ذهب إلى الطبيب فإلو راد أن يكشف اسمه عنه لكن الخدمة أيضا هي نوع من السلعة تعتبر الخدمة الطب خدمة مختلفة جدا يعني أنت مين يقبل أنه إذا ذهب في يوم من الأيام إلى حالة مرضية معينة لا يريد حتى أهل بيته أن يعرفوا عنها وتكشف للملأ كما قلت أننا تقدمنا باقتراح لمدير عام طريقة الدخل الذي سوف يكون لنا اجتماع معه بعد غد يوم الاثنين سنقدم مقترحاتنا وما تفاهمنا عليه من أن نفصل بين المراكز الطبية والعيادات وأن لا نعرض الطبيب أو المريض لكشف أسراره ويكون هناك بيان يومي للعيادات الصغيرة والمركز الطبية ولكن ألا يمكن لهذا النظام أن يحمي الطبيب أيضا يعني من ناحية العدالة الضريبية نحن نريد أن نصل مش بس لحماية الطبيب حتى لحماية المواطن وضمان حقوقه أنا لازلت مصرا لأن هذه الفكرة كانت فكرتي أن تكون هناك فاتورة مزدوجة يستفيد منها الطبيب والمواطن وبالنهاية تستفيد منها الضريبة الدخل إذا رأت هناك تعاونا من المواطنين مع الضريبة عندما يحصلون على شيء من الإعفاءات يعني الإعفاءات صقف الإعفاءات قضية أخرى الطبيب له نفقات أخرى له مؤتمرات له تكلفة على العيادة أو المركز أيضا له مصرفات عندما يوضع لها صقف 3000 دينار بالسنة أعتقد أن هذا مبلغ زهيد جدا لا يصل إلى مقدار التكلفة التي يدفعها مش بس الطبيب حتى المواطن العادي يجب أن يعادل اعتبار في المبلغ المقطوع وهو 3000 يجب أن يعتبر المصرفات خصوصا التدريس خصوصا وأن الحكومة مقصرة في تقديم الدراسة الجامعية المجانية كما في كثير من الدول حتى النقل العام نجد هناك تقصير على الرغم من الإجراءات لكن هذه التكلفة يجب أن توضع بعين الاعتبار عند تحصيل الضريح نخبت المحامين أعلنت عدم التزامها بنظام الفوترة هل ستلزمون منتسبيكم بعدم الالتزام أم ماذا؟ هذا يرجع إلى نتائج الاجتماع المزمع عقده بعد غد يوم الاثنين الساعة السادسة إن شاء الله سيجتمع مدير عام الضريبة مع مجلسي نقابة الأطباء وأطباء الأسنان نقدم مقترحاتنا والتفاهمات الأولية التي كانت بيني وبين مدير عام الضريبة سنعرضها على المجلسين وإن شاء الله إذا حصل التفاهم والوصول إلى حل يكون فيه الصالح العام وصالح المواطنين والأطباء على حد سواء سيكون هناك اتفاق وإلا فالباب مفتوح لأي إجراء هل تم إبلاغ دائرة الضريبة رسميا بممانعتكم أو اعتراضاتكم حول هذا نحن اجتمعنا كمجلس نقابة مع مدير عام ضريبة الدخل وبينا هذه الأمور التي بيّنتها الآن وهناك وعد أنه سيكون فيه تفاهم حول هذه النقاط التي عرضتها وإن شاء الله يكون هذا الوعد يتنفذ في الاجتماع بعد غد ونصل إلى اتفاق جدي وواضح ولا تتوقع مواجهة بين الحكومة والنقابات يعني المواجهة ليست هدف الهدف هو الوصول إلى مصلحة الكل وإذا وصلنا إلى المصلحة ليس لنا أي مصلحة في أن نواجه بالعكس الأصل فينا أن نتعاون ولكن التعاون يجب أن يكون واضح والمصلحة العامة تكون واضحة فيه شكرا لك دكتور علي العبوس نقيب الأطباء شكرا لك الله سبحانه إلى الملف الثاني وهناك توجه حكومي لإصدار ميثاق ينظم الجلوة العشائرية الميثاق وفق وزير الداخلية سلام حمد يتضمن بنود مؤتمر اتفق عليها المشاركون من وجوه العشائر والبادية وممثلين عن ديوان الرأي والتشريع ويتم بمجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والابن وأن تكون من لواء إلى لواء جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحريات العامة النيابية التي بحثت أيضا التوقف الإداري وإطلاق العيارات النارية التوقيف الإداري وصلاحيات الحاكم الإداري بتطبيقه وما يحمله من أمور جدلية كانت على طويلة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية يتم الاتفاق على وقف العمل ب67 قضيتان من التوقيف الإداري والإقامة الجبرية واقتصارها على القضايا المكررة والخطرة كمان أعتقد لما إنه ابن وطن سواء كان نائب ولا وزير سابق ولا كذا يجي يراجعني في واحد قضايا سلب ونه وبعد شوية يطلع يقول الله أكبر أحنا قرائب ينتهبوا وسلبوا وصانس عليهم الظلم هذا اللي أنا باعتب علي ما باعتب على إنسان يراجع لواحد مظلوم 40% من الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل موقوفين إداريا هذه النسبة غير دقيقة إطلاقا نسبة الموقوفين إداريا لا تتجاوز 1.5% وأنا مسؤول عن هذا الكلام ولغة الأرقام لا تكذبني إذن التوقيف الإداري ليس بيد الحاكم الإداري وحده كما جاء بالرد الحكومي بل يقره المجلس الأمني الذي يضم مقتصين من الجهات الأمنية والمعنية على أن يقوم الحاكم الإداري باستشارة المجلس قبل قرار التوقيف التوقيف الإداري لم يغب عن المطالبات للحقوقيين والقانونيين بإلغائه بعد أن ارتفعت أرقامه خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير تقارير حالة حقوق الإنسان الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصدت ارتفاع عدد الموقوفين الإداريين خلال الأربع سنوات الماضية ليبلغ عدد الموقوفين الإداريين عام 2015 أكثر من 19 ألف موقوف إدارية وارتفع هذا العدد بنسبة كبيرة في عام 2016 ليصل إلى 30 ألف موقوف تلاه ارتفاع آخر في العام 2017 ليصل إلى أكثر من 34 ألف موقوف وكانت آخر الإحصائيات عام 2018 يرتفع العدد نحو 37 ألف موقوف إدارية قانون يعتبر تعدي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية الأعداد بشكل أساسي بتزايد وخاصة في عام 2018 تزايد كبير عن 2017 و16 و15 التوقيف الإداري وما يحمله من أثار على الموقوف من النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الشكاو الواردة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان تمثلات بطول فترة التوقيف وارتفاع قيمة الكفالة المالية وتركز السلطة الدقديرية للحاكم الإداري حمد الفايز المملكة عمان للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا عضو مجلس الأعيان الأسبق الشيخ طلال الماضي أهلا وسهلا بك شيخ طلال في الحقيقة على الرغم من استثناء عشرات الجرائم إلى أن الجدل ما زال مستمر حول مبدأ التوقيف الإداري هناك حقوقيون يرون بأن التوقيف الإداري يشكل عقوبتين لذات الجرم أسعد الله مسائك ومساء الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا لقناة المملكة وأشكركم على هذه الاستضافة لا شك بأن التوقيف الإداري في معالجات أحياناً لبعض التغارات اللحبة موجودة في القانون وفي التشريعات الناظمة في المملكة الأردينية الهاشمية والتوقيف الإداري يتماشى مع إقرار السلم الأهلي والذي هو هدف للجميع حتى هو هدف للقانون فعندما يكون هناك في بعض المنافذ في التشريع وهي موجودة ومقررة لأنه بالنهاية تشريعاتنا هي تشريعات وضعية فبكل تأكيد لا يمكن أن تحيط بكل القضايا بكافة الجوانب هناك أخطاء في التوقيف الإداري لا شك ولكن نسبة الخطأ أعتقد بأنها ضمن النسبة المعقولة ولكن الأشياء الأفضل أو المناسب في موضوع التوقيف الإداري هو إقرار مبدأ السلم الأهلي ومبدأ المصالحات والتي ما ممكن أنها تتأتى إلا إذا كان هناك توقيف إداري لغايات تسهيل مهمة الصلح الاجتماعي أو لغايات أحيانا حقن الدماء بين الأطراف المتنازعة نعم ولكن هل يمنع تكرار الجريمة شيخ طلال في شواهد كثيرة موضوع التوقيف الإداري كون موجودين في الميدان ومتابعين لقضايا الاجتماعية والإشكالات في المجتمع الأردني نجد بأن التوقيف الإداري أحيانا نساهم في حل كثير من القضايا ويسهل مهمة الحل العشائري بين كل الأطراف لأن أحيانا في بعض الأشخاص صراحة حتى وإن كان صاحب حق فهو يتشدد في حقوقه أكثر من اللازم فلذلك موضوع تبسيط إجراء الصلح العشائري أو إجراء الصلح الاجتماعي لغايات إنهاء المشكلة أحيانا وخاصة المشكلة عندما يكون لها تبعات اجتماعية وهناك في أشخاص آخرين أيضا يشملهم التوقيف الإداري هم أصحاب القيود المكررة وهي قيود جرمية ومثبتة من خلال القضاء والتوقيف الإداري يساهم أيضا في الحد أحيانا من هذه القضايا فهناك الكثير من الأشخاص الذين يمكن يكون عامل التوقيف الإداري عامل ردع أكثر من التوقيف القضائي مع احترامنا وتقديرنا لقضائنا الذي نعتز ونفتخر فيه ولكن إلى أي مدى التوقيف الإداري يترم بقرار منفرد من الحاكم الإداري أعتقد أنا في تعديل بآخر سنتين أصبح التوقيف الإداري في بعض القضايا المهمة والحساسة يستند إلى قرار جماعي من خلال المجلس الأمني وهذا يخرجنا من دائرة القرار الشخصي المنفرد والذي قد يكون أحيانا له سلبياته فوجود مجلس أمني مكون من عدة أشخاص ومسؤولين في المحافظة أو في المنطقة الإدارية أعتقد بأنه يصوب القرار إلى أعلى درجة ممكنة وأعلى درجة نحن نتمنى أن نصل لها نحن نتمنى بأن تشريعاتنا تكون شاملة تشريعات القضايا تكون شاملة لكل مناحي الحياة بحيث لا يكون هناك منافذ ينفذ منها أحيانا بعض المتهمين أو بعض الخارجين على القانون ولكن بالنهاية القانون الوضعي لا بد أن يكون في بعض المنافذ وهذه لا يمكن أن تعالجها إلا من خلال موضوع التوقيف الإداري طيب ومن خلال أيضا رقابة أكثر صرامة من القضاء على التوقيف الإداري إنجاز التعبير وبالنهاية هو التوقيف الإداري أيضا عرض للطعن فيه أمام القضاء وأمام المحكمة الإدارية فإذا كان القرار التوقيف الإداري مخالف للقانون فهناك حالات كثيرة المحكمة الإدارية تبطي القرار للحاكم الإداري فبالنهاية طالما أن هناك مرجعية للمواطن يلجأ لها وهي المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الحاكم الإداري فأعتقد أن الفرصة مفتوحة للمواطن بأنه يطعن في القرار إذا كان هناك شعر فيه مظلمة في القرار فلذلك أنا أعتقد بأنه في ظل الظروف قبل شوية أنا كنت أستمع على التقرير بأنه ارتفاع حالات التوقيف الإداري خلال الأربع سنوات الماضية وإحنا خلال الأربع سنوات الماضية أيضا ارتفعت نسبة إذا جاز التعبير نسبة الفوضى أحيانا في المجتمع ونسبة الخروج عن القانون لعدة اعتبارات كثيرة فلذلك لا بد من معالجتها بطريقة قانونية حتى التوقيف الإداري هو محكوم بقانون منع الجرائم بالمادة الثامنة في قانون منع الجرائم فالحاكم الإداري هو أيضا يقع تحت سلطة المحكمة الإدارية والتي هي مسؤولة قضائيا عن قراره ولها الحق في ابطار القرار هذا ما يخص التوقيف الإداري ماذا عن الجلوة العشائرية؟ هذا العرف العشائري الذي يحاول الأردن إصلاحه لجنة الحريات النيابية دعت إلى إعادة النظر بالمواد القانونية المتعلقة بالجلوة العشائرية برأيك ما هي التعديلات المطلوبة في هذا الصدد؟ يا ستي الجلوة العشائرية هي ضمن العرف العادة العشائرية التي حكمت المجتمع الأردني منذ القدم وطرأ عليها بعض التعديلات سوى كانت في الجانب الإيجابي وأحيانا للأسف راحت في الجانب السلبي لأن مفهوم الجلوة هو حق دماء وحفاظ على أهل الجاني ضمن فترة معينة والجلوة العشائرية هي للحفاظ على أمنهم والحفاظ أيضا على السلم الأهلي ولكن في هذه الأيام شيخ طلال أذرني إلى أي مدى بتعبء على عائلات الجاني خصوصا موضوع التنقل لم يعد الموضوع السهل نعم أصبحت تشكل عبء كبير على المجتمع الأردني مما حدا بالحكومة وبتوجيه من جلالة الملك أذكر في اجتماع كان لنا بجلالة الملك في عام 2016 بتوجيه الحكومة وكان في ذلك الوقت وزير الداخلية معالي سلام محمد وكان التوجيه واضح من جلالة الملك لعادة النظر في هذه العادات بما يتلاءم مع أيضا تطور مجتمعنا فلابد من أن يكون الجلوة العشائرية تشمل أقل عدد ممكن من أهل الجاني لأن الآن ضمن ما هو متبع في الوقت الحاضر تشمل عداد كبيرة ويقع عليهم ظلم كبير وهناك الكثير منهم ممن هم على مقاعد الدراسة وممن هم في الوظائف فأصبح لابد من إعادة النظر في هذه الجزئية من العرف والعادة العشائرية وأعتقد أن عرفنا وعادتنا قابلة للتطور الإيجابي خاصة في ظل ارتفاع نسبة التعليم بين أوساط المجتمع الأردني لكن حين الحديث عن مفهوم الجلوة العشائرية شيخ طلال حتى وإن تم قوننته ألا تتعارض مبادئ فردية العقاب وهو ما تنص عليها الالتزامات الدولية والتفاقيات الدولية ولهذا السبب لجأت الحكومة إلى ميثاق الشرف كان في 2016 كان التوجه أن تكون ضمن مضلة قانونية بتعديل على قانون منع الجرائم وهو القانون الذي يستطيع الحاكم الإداري أن يكون هو صاحب الصلاحية فيه لمتابعة وتنظيم عملية الجلوة العشائرية ولكن بإجتهاد الشخصي أعتقد بأن المشرع أو إدارة تشريع في الدولة الأردنية حسبت هذه النقطة تماما بأنها تخالف العهد الدولي لحقوق الإنسان فكان لابد من اللجوء إلى خيار آخر وهو ميثاق الشرف والذي الحكومة الآن في صدد إصداره بعد التشاور مع الجهات المعنية ونحن ندعم هذا التوجه بكل قوة صراحة لأن الجلوة العشائرية ونحن في هذا الوقت في عام 2019 وفي ظل ارتفاع نسبة التعليم بالأردن ونحن نتوجه إلى دولة القانون والمؤسسات بكل تفاصيلها فنعتقد أن من الأولى أن تكون العقوبة للشخص فقط الذي قام في الفعل ولكن شيخ طلال ما زال البعض يصر على الاستمرار في العرف القديم كيف يمكن تغيير هذه المفاهيم والله يا ستة العزيزة لا يمكن تغييرها إلا إذا كان هناك بسط لنفوذ الدولة ضمن القانون وهذه أعتقد هي مسؤولية الدولة بالنهاية وأعتقد أن إن شاء الله دولتنا قادرة على أنها تبسط نفوذها القانوني وأيضا تبسط النفوذ الدستوري لأنه أنا بالنهاية هذا حق دستوري للمواطن الحفاظ على حياته والحفاظ على ممتلكاته فلذلك أنا أعتقد أن المسؤولية كبيرة من جهة الدولة بالذات ومن ثم أيضا مسؤوليتنا نحن كمواطنين أن تتغير ثقافة المواطن الأردني يعني هناك في دول شبيهة لنا في حياتنا الاجتماعية في المحيط العربي استطاعت أن تغادر هذه العادات السلبية في المجتمع وانتهجت تطبيق القانون يعني في دول خليج في مثلا قطر في الإمارات في الكويت هذه الدولة بالرغم من أنه بعدها الاجتماعي هو نفس بعدنا الاجتماعي العشائري ولكنهم استطاعوا أن انتقلوا إلى دولة القانون والمؤسسات وأصبح العرف والعادة العشائرية غير ملزم في هذه الدول نحن نتمنى أن يؤخذ من عرفنا وعاداتنا العشائرية ما هو إيجابي ويخدم مصلحة المواطن ويخدم حقوق المواطنين ولكن الظواهر السلبية في العرف والعادة العشائرية أعتقد أنه آن الأوان لأنه غادرها من خلال ثقافة مجتمع عامة وثقافة دولة أيضا في بسط القانون وفي حماية حقوق المواطنين وخصوصا أن ترحيل أهل الجاني لن يغير شيء يعني الأهم أن يأخذ القضاء مجراه في معاقبة الجاني شكرا لك شيخ طلال الماضي وأيضا هذا يتطلب إذا سمحتي لي بارك الله فيك بس إذا ممكن أضيف شغلة واحدة يتطلب تعديلات على القوانين الناظمة في محكمة الجانيات الكبرى والتي تنظر مثل هذه القضايا حتى لا يكون هناك منافذ للجاني التي ممكن تؤدي إلى استفزاز الطرف الآخر ونحن عندنا قضاء على مستوى عالي جدا في قضائنا المحترم وأعتقد الاستماع لهؤلاء القضاء بخبراتهم تساعد المشرع على أنه ممكن إغلاق هذه المنافذ بحيث أن القانون يأخذ مجرى على الجميع نعم الشيخ طلال الماضي عضو مجلس الأعيان الأسبق شكرا جزيلا لك أخبار الأسبوع مستمر وفيه بعد قليل نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لوضع شروط رخص مسابح المياه في الحم في الملف الثالث تشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارة الصحة وسلطة وادي الأردن والجهات ذات العلاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحرة العائلية في منطقة الحم الأردنية بما يتناسب طبيعة المنطقة وتحقيقها لشروط السلامة العامة هذا ما أوصت به لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية التوصية جاءت تحفيزا لأهالي منطقة الحم ولإعادة الألق لكي تكون مقصدا للعائلات الأردنية مع الحفاظ على خصائص المياه وعدم تغييرها وتشجيعا للسياحة الداخلية حالة الركود التي تعيشها منطقة الحمة الأردنية بات تأثيرها أكثر وضوحا ليس فقط على القطاع السياحي في شمال المملكة وحسب بل كذلك على الأسر والعائلات التي كانت تجمع قوت يومها من العمل في منتجعات المنطقة وغيرها من المرافق السياحية التي مضى على إغلاقها أكثر من عقد استراحات أنشأها أبناء المنطقة بهدف تأمين أبسط متطلبات حياتهم من عوائدها بيد أن افتقار المنطقة للترويج السياحي المطلوب ناهيك عن طرق متهالكة وغير معززة بمقاومات سلامة عامة كشواخص وإنارة وغيرها تضع حدودا بين المنطقة وزوارها لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية أوصت خلال اجتماعها الماضي بضرورة تشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارة الصحة وسلطة وادي الأردن وجهات ذات علاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحر العائلية بما يتناسب وطبيعة المنطقة وتحقيقها لشروط السلامة العامة الجهات التي حضرت الاجتماع أكدت جميعها على أهمية التشاركية في منح التراخيص بهدف إعادة إنعاش الحمى سياحيا من جديد لكن وفق الشروط والتعليمات المنصوص عليها مساعي متكررة من قبل أبناء منطقة الحمى وأصحاب المنشآت فيها للعمل على الترويج للمنطقة سياحيا على الصعيدين الداخلية والخارجي كونها أحد أفضل المراكز العلاجية طبيعيا في المملكة على أمل أن تعود منطقة الحمى زينة عروس الشمال من جديد وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا السيد خالد أبو حسان رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية أهلا وسهلا بك في البداية منذ سنوات يحاول أصحاب المنتجعات والاستراحات تحصيل الرخص ويقولون بأن هناك نوع من المماطلة يقدمون الأوراق للبلدية ولوزارة الصحة ولسلطة وادي الأردن ومع ذلك في كل مرة يتفاجأون بشروط جديدة تنسف الشروط السابقة نعم يعني حقيقة إحنا بداية المسأل خير عليك وعلى المشاهدين الكرام يعني حقيقة كان في عدة مرجعيات لمنح الرخص للمسابح الموجودة بالحمى وكانوا عاملوها هو الحكومة كانت تعاملها مثلها مثل المسابح الموجودة بالمناطق بأي منطقة بالأردن إلا أنه أنا بعتقد يعني اليوم أنه الحمى إلها ميزي خاصة اليوم إحنا منتعامل مع منطقة ذات طبيعة جغرافية وفيها موارد طبيعية مثل المياه الحارة الموجودة وممكن الاستفادة منها للسياحة العلاجية في ظل قبل 16 سنة كان موجود هناك المقلة والبلسم والريح هي مناطق متعددة كان البلسم المقلة هو درجة حرارة 45 مثلا البلسم 38 الريح 30 هي وموجودة شركة مساهمة عامة كانت الحكومة تملك 51% منها قبل 16 سنة تم بيع جميع حصص الحكومة لمستثمر وسكروا المقلة وسكروا البلسم وسكرت كل المرافق الموجودة الأهالي بالمنطقة يعني تعرف يعني متعودين يكون عندهم سياحة داخلية يجيهم السياح يستثمروا السياح الموجودين من خلال عندهم الحرف اليدوي الموجودة بيشتغلوا فيها حاولوا طوروا أنفسهم عملوا منشآتهم السياحية الذاتية مسابح باستغلال المياه الحارة الموجودة وعملوا مسابح موجودة عندهم بكل شخص عنده بيت عنده مزرعة عنده قطعة أرض تم استخدام وتطوير السياحة الموجودة الداخلية إذن هي جهود شخصية تقدم يعني فرص عمل لأهل المنطقة ووفرت أكثر من خمسمائة فرصة عمل هلأ اليوم الحكومة صارت تتعامل مع الموضوع أنه والله هاي مسابح لازم تتقيد بالمسابح إحنا مع تقييد مع السلام العالمي مع تخدام المياه الصالح على الاستخدام والشروط كاملة إلا أنه كانوا بتعرف هاي ناس بسيطة الواجب على الحكومة اليوم دعمها وتطويرها بحيث أنه يقدروا يطوروا المنتج ويطوروا السياحة الموجودة اليوم إحنا شايفين أرقام السياحة خلال الثلاث سنوات الماضية في نمو واجب على الحكومة اليوم دعم وتطوير السياحة الداخلية الموجودة وخصوصا لمنطقة الحمى والانتباه للمنطقة الشمالية بشكل كبير يعني إحنا لما نعرف أنه منطقة إربد فيها ألف موقع أثري في عنا مواقع أثرية بمنطقة أمقيس في عنا مواقع أثرية بمنطقة بني كنانا إحنا إذا بنعمل خارطة وبتنخدم المواقع السياحية الموجودة من خلال مرافق نلاقي المستثمرين صاروا ينزلوا لهناك ويطوروا المنتج تباحهم ويطوروا المرافق السياحة كيف يمكن تسويقها على خريطة السياحة المحلية والعربية حتى العالمية؟ يعني منطقة مسوق نفسها من خلال مواردها الطبيعية من خلال ثرواتها الطبيعية التي هي غنية فيها مثل المياه الحارة الموجودة هناك لدينا درجة حرارة بتوصل خمسين درجة مئوية اللي هي منقدر نسوقها من خلال السياحة العلاجية نطور الأهالي بالمنطقة اليوم مثل ما عرفت أنه في عنا كل يوم جمعة خميس جمعة سبت فيه أكثر من خمس وعشرين ألف زائر بزور المنطقة إحنا لما نطورهم وندعمهم بنوفر فرص عمل في نمو بالأرقام السياحة وهذا كله عائد على الناتج المحلي اللي ارتفع بأرقام السياحة لغاية أربعة عشر بالمية اليوم عنا تقريبا وصل خمسة مليار مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي طيب أوصيتم بتشكيل لجنة خاصة مكونة من مزارة الصحة وسلطة وادي الأردن واجهات ذات العلاقة من المتوقع كامنا اليوم لما طلعنا على الموضوع برمته إحنا مع تطوير الحم بشكل كبير إعادة الألق لمنطقة الحم لأنه اليوم هي اللي متعودة ينزل على الحم اللي همه الأردنيين المواطنين الأردنيين يعني إحنا بنشجع السياحة الداخلية للحم بأرقام بسيطة وهذا بتكون من خلال الأهالي الموجودين وصينا بلجنة خاصة لبداية التأكد من سلامة المسابح التأكد من استخدامهم لوسائل السلام العامة إيش بدهم دعم إن كان على الصعيد المنح تحويل المنح لعندهم بحيث نطور السياحة الموجودة عندهم زائد إنه بنفس القطاع السياحي وكونوا موجودين على الخارطة السياحية يجب مشاركة وزارة السياحة من ضمن اللجنة الخاصة زائد إنه وجدنا إنه المياه بتتعرض نتيجة إنها بتكون مكشوفة من نبع البجة لتصل للبيوت تاي أو للمسابح هاي بتتعرض لكثير تلوث هلأ كيف ممكن إنه تتغطى هاي المجرى المياه هاي ليس بطريقة آمنة وعدنا وزير المياه والري مشكور يعني كان كان في اتصال بينه بينه إنه حطها على أولويات الوزارة كما كان في موقف حقيقة يسجل لمعالي وزير الصحة بإنه يحدد مسؤوليات وزارته فقط سلامة المياه ومدى استخدامها بينما ترك مواضيع السلام العامة للدفاع المدني وإحنا بنعرف الدفاع المدني قديش ومع عندهم كمان نظام بموضوع السلام العامة وممكن يتقيدوا فيه اليوم هاي مسابح لا يتعدى ارتفاحها عن 30 سانتي هي فقط للعلاج إلها مواصفات خاصة مش مثل المسابح العادية طيب يعني ولكن السؤال هنا ربما هل من شروط جديدة سيتم وضعها يعني خصوصا وأنه معظم هذه المشاريع هي قروض وهي جهود شخصية كما قلنا أشرنا من قليل حلا أشوفي اليوم كشروط جديدة لا هو رح يتم اليوم فصل يعني اليوم يعني يأخذ كل صاحب يعني الحكومة توزع المهام فيما بينها مثل السلام العام تكون للدفاع المدني سلامة المياه تكون لوزارة الصحة سلامة يعني أنا بأعتقد تسويقها على الصعيد السياحي تكون من ضمن وزارة السياحة سلامة المياه ووصول المياه هذه لسلطة وادي الأردن ووزارة المياه يعني هو تحديد المسؤولية من خلال توزيحها على كل دائرة مختصة بهذا الكلام زمان كان في المسؤولية كانت تقع كاملة على عاتق وزارة الصحة وكانت وزارة الصحة هي اللي ماسك الموضوع كامل وزير الصحة مشكور فصل جميع هذه الأمور وأعطى كل جهة مسؤوليتها وتحديد مسؤوليتها بما يخص الشروط الموجودة هلأ اليوم إحنا ما مننا نقول من ننزل الشروط لكن اليوم تحديد المسؤولية هو بعض إلى كل جهة شرطها وبتنفذ بطريقة السليمة والآمنة على مواطننا طيب بشكل عام مؤشرات التنمية في الأغوار الشمالية يعني للأسف بتراجع ما هي توصياتكم في هذا؟ يعني إحنا اليوم منحكي ضمن استخدام الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية للأغوار هو اليوم أهم شيء بموضوع استخدامهم لمواردهم الطبيعية هو هذا اللي بنعكس على المؤشرات وعلى الأرقام بالتنمية اليوم إحنا مثل ما منعرف الحمي هي المنطقة الأشد فقرا بالأردن ومواطنينها عم بيعانوا بالمنطقة وحقيقة يعني أنا بستغرب كيف اليوم عندنا إحنا وزارة أو الحكومة غافلة عن التنمية بالمنطقة مع أنه أنا بعتقد أنه مقومات في عندهم تاريخية دينية علاجية أنا بعتقد أنه الحمي أو المنطقة بني كنانا بشكل كامل هي كنز مدفون يجب على الحكومة يعني استثماره بطريقة تنعكس على أرقامنا الاقتصادية وأنا بعتقد أنه رح يكون فيه نهضة ورح يكون فيه خفض لأرقام البطالة بالمنطقة اليوم لما نعرف منطقة ديكابولوس الموجودة بمنطقة أمقيس في عندك بركة العرائس بركة العرائس هي واحدة من البرك الأكبر بركة موجودة بالمنطقة مش بالأردن كمان على مستوى العالم العربي بركة مسطحة المائية عشر تلاف متر بعمق خمسين متر مطلة على هضبة الجولان يعني أنا بعتقد أنه في عندنا مناطق هناك لم تسوق بخلينا نقول بشكلها الحقيقي واستثمارها على الصعيد إن كان السياحي أو الاقتصادي أو بخفض أرقام البطالة كما يوجد بالمنطقة اليوم عندك تاريخ في عندك معركة اليرموك في عندك معركة خالد من الوليد هضبة خالد من الوليد الموجودة في عندنا هناك تاريخ كبير يجب علينا اليوم من خلال الحكومة يعني كشف هذا الكنز واستثماره بحقيقته لخفض أرقام البطالة لمساهبته بالناتج المحلي الموجود كي يستفيد أيضا السكان المحليين في الحقيقة يعني هم الأبداء إحنا مثل ما يعني بتعرفي فيه لما كانوا بالتسعينات ولا بالثمانينات ولا لغاية فترة قريبة كانت الناس تنزل على منطقة الحم بتلاقي السلل موجودة هناك الناس عندها حرف يدوية بالمنازل بيشتغلوها اليوم هذولا ناس فقدوا جميع مواردهم يجب على الحكومة اليوم استثمارهم باستثمار المنطقة بما ينعكس على السكان الموجودة هنا طيب البنية التحتية هل هي مؤهلة لتنشيط السياحة لتنشيط التجارة وما إلى ذلك للأسف اليوم إحنا عندنا بالمنطقة لا يوجد تأهيل للبنى التحتية الموجودة إلا بإشي قليل لا يسد رمق أهل المنطقة فما بالك بالسياحة الموجودة أو الناس الموجودين اليوم عندنا تم تشغيل 14 خط سياحي ناقل دولي طيران للأردن وزائد طيران المنخفض التكاليف طيب هاي ناس لازم نأخذها ونحطها بالمناطق لا في عندنا هناك أتلات لا في عندنا متلات لا في عندنا هناك فنادق ثلاث نجوم مطاعم سياحية ما فيه الأصل اليوم بالمناطق اللي مثل هيك منعرف أنه فيه تنمي لأهل المنطقة بيصيروا أهل المنطقة زمان أنا بعتقد كانوا بالبيوتهم هناك يعني كانت موجودة ينيموا الناس عندهم بس اليوم يجب تنظيمها تدريب الناس عليها عادة تأهيل الناس اللي هنا عادة تأهيل واستثمار هاي المناطق بحيث تنعكس مثل ما حكينا سابقا على أهل المنطقة طيب هل من خطة شمولية يعني الوعود كثرت إن كان من مستثمرين إن كان من الحكومة لكن على أرض الواقع لم ينفذ شيء هل من رؤية مستقبلية أقل يعني يعني شوفي أنا من خلال خبرتي بالاقتصاد اليوم لا يمكن لأي مستثمر يطلع لهناك إلا بوجود حوافز اللي يقدر يطلع لهناك ويضمن الأرقام الشغل الموجودة فلذلك اليوم إحنا ما عنا اليوم ما بعتقد أنه فيه بخطة الحكومة اليوم تحفيز للسياحة بالمنطقة وأنا بنادي وبناشد الحكومة اليوم باستثمار المنطقة بإعطاء حوافز بالمنح اللي عم تيجينا مشان التشغيل تتحول للمنطقة لإعادة تأهيل الناس اللي هناك ويصير منتجة يعني على مثل المثل اللي بيحكي لا تعطيني السمكة علمني كيف أصيد السمكة اليوم الناس إحنا إذا من علمهم كيف يستثمروا الموارد السياحية بشكلها الحقيقي هناك راح تلاقي فيه عندنا وعلى موضوع عرقيل لكن أيضا وشروط تعجيزية وفق الإمكانيات لأنها جميحة جهود شخصية إذا توفرت الإرادة الحقيقية بتطوير السياحة بالمنطقة واستثمار المنطقة بشكلها الحقيقي أنا أعتقد راح يلاقي كل العرقيل تتذلل أما إذا لم يكن عندنا إرادة فرح تشوفي كل العرقيل راح تظهر لنا كل يوم مئة يعني إرادة جماعية من الجميع ماذا عن اللامركزية ومجلس المحافظة؟ أين دورها؟ يعني اليوم أنا أعتقد أن هاي من اللامركزية هي عم بتحط الخطط للتطوير لكن اليوم الإمكانيات محدودة حتى الأرقام يعني هذا يحتاج إلى أرقام كبيرة اليوم اللامركزية ما عندها هالإمكانيات الموجودة يعني إحنا لما نعرف مثلا اللواء مثل اللواء الرمثة فيه بحدود 350 ألف مواطن خصصوه ثلاث مليون ثلاث مليون لإيش وإيش وإيش يعني وللعلم بس يعني أنا بحب أنوه أنه الآثار طلعت من يعني ما نوضع لها مخصصات حقيقية بتطوير السياحة هي آخر اهتمامهم باللامركزية مش ناس اللامركزية بالحكومة يعني المفروض أنه تخصص مزيد من الأموال مشام تطوير السياحة الموجودة بالمنطقة وإحنا مثل ما بنعرف هاي مناطق سياحية إذا بتم تطويرها واستخدامها واستثمارها بشكلها الحقيقي يعني رح توفر مش أقل من خمس آلاف لعشر آلاف فرصة عمل بالمنطقة نتمنى ذلك شكرا لك النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية شكرا جزيلا لك شكرا لك بهذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية برنامج أخبار الأسبوع نلقاكم في الأسابيع المقبلة بأمان الله